أما سياسياً قال عبدالقادر بن جرين رئيس حركة البناء الوطني خلال تنشيطه لتجمع شعبي بولاية أدرار أن مخاطر كثيرة تهدد الوطن ولذلك فنحن لدينا العديد من الوقفات وحب الوطن يقتضي الخروج بقوة من أجل إنجاح الانتخابات والتصويت لتفويت الفرصة على أعداء الوطن والقضاء على بقايا العصابة نرى بأن من أهم الواجبات التي يقتضيها حب هذا الوطني هو الخروج يوم 12 جوان إلى الانتخابات التشريعية في زحف بشري كاسح من أجل القضاء على بقايا العصابة ومن أجل استرجاع سيادة الشعب ومن أجل بناء مؤسسات تعكس الإرادة الشعبية